الحالية عندنا تحديات كبيرة طول الفترات اللي فاتت احنا عندنا تحديات كبيرة جدا سواء كانت عالمية بتأثر علينا او داخلية محتاجين ان احنا نبنيها وحاليا اختار سواء كانت امنة او اقتصاد او حتى المشكلة اللي احنا لحد الوقتش عارفين هتروح لحد فين مشكلة سد اثيوبيا كل ده في عقل المصريين لكن مش هنرفل ابدا يا دكتورة ان حضرتك نفسك بتقولي ان مصر دولة محورية جدا فازاي انا اتصور ان مصر دولة محورية ما يكونش فيه دول خارجية بتحاول يكون لها تأثير في صنع القرار المصري او انها تدعم شخصيات في مقابل شخصيات علشان يكون لها هنا صوت داخل مصر او يكون لها تأثير يعني هل ده موجود واقعيا اه طبعا موجود موجود وبيظهر في اوقات معينة بس انا سعيدة انه يعني هذه المرة مش ظاهر فيها اوي اه انما لا ما هو ده ظهر في 2013 وظهر في 2011 وظهر حتى لغاية دلوقتي انت ما بتحربي بأصوات خارجية ما هو ده غالبا بتبقى ايه بتبقى الأصوات الخارجية دي لا بصي هو انا ما اقدرش يعني انا دايما مصري لها خاصية كده فعشان كده احنا ببقى مستغربين الموقع يعني احنا لا نتدخل في شؤون غيرنا ولا تكون لنا زراع طولة في تحديد مين ييجي يحكم البلد دي او ما يحكمش البلد دي مع ان الفرصة قدامنا ان احنا نعمل ده احنا دولة قوية تعداتنا كبير عندنا مقومات القوة الشاملة كلها دولة مسلمة مدام ان محدش تعد عليك يعني حتى وانت حواليك دول يعني استضعفت وممكن قوي تبقي بسهولة مؤثرة فيها انت ما عمتش ده انت بتسعدي لا انا بساعدكم عشان تقدروا تقوموا على رجليكم وتعملوا دولتكم الوطنية وتختاروا رأسكم يعني بتتم المساعدة بتريد دي احنا اساسا يعني كشعب وكقيادة سياسية لنا مبادئ ولنا اسلوب فيه شرف شوية في المعاملة عن الاخرين معلش انا اسفل يقول احنا بنتوسط خريطة العالم برضو فده مطمع كبير جدا لأي حد يقول بص على الخريطة بصي احنا مطمع لأكتر من سبب انت عندك حاجتين مهمين جدا اولا الشريان المائي قناة السويس ده مهم جدا وعندك شريان اخر رابط قرات ببعضها اللي هو سينا يعني احنا سينا دايما سحراء سينا او شبه جزيرة سينا لا سينا بتربط بين قرية اسيا وقرية افريقيا وبعدين توصل دول لقناة السويس اللي هي بدورها بتقوم بدورها للانفتاح على اوروبا فانت عندك يعني موقع استراتيجي مهم جدا مهما عملت هو منحة كبيرة من ربنا لكن احيانا كبير بيبقى سبب في حاجات كتير قبل ما هاختم هسأل سؤال في دقيقة واحدة الحوار الوطني ايا كان الرئيس القادم مين هو؟ هيستمر؟ ان شاء الله هو ده الكلام يس الحوار الوطني انا بشكورك